اشتركوا في القناة نجوم الهدى في كل حين ومع ذلك السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته نتكلم في المحاضرة الأولى هذا اليوم عن تحقيق كتب التراجم تحقيق كتب التراجم وأعيد وأبدي الكلام الذي قلته في الأول بأن التحقيق هو في مجمله واحد في جميع الكتب لكن إنما تختلف الأمور باختلاف موضوع الكتاب بالنسبة إلى التعليقات التي يدونها المحقق على النص وإلا فإن اختيار الموضوع ودراسة النسخ واختيار ما يصلح منها للتحقيق والمقابلة بينها وإثبات الصواب الذي يوافق ما ذكره المؤلف وإثبات في المتن وإثبات المرجوح في الهامش والتعليل عند الترجيح وذكر المصادر والموارد والمقابلة بينها هذه كلها من الأمور التي تشترك فيها جميع موضوعات التحقيق سواء كان هذا التحقيق في الأدب أم في التفسير أم في كتب التراجم أم في التاريخ أم في الأدب هذه قاعدة قواعد عامة بالنسبة إلى تحقيق النصوص ولكن تبقى لكل موضوع من الموضوعات كما ذكرنا غير مرة ميزات معينة من حيث التنظيم ومن حيث أسلوب العرض ومن حيث أيضا النوعية التعليقات التي تتصل حتى بالنسبة إلى كتب التراجم وكتب التراجم بالمناسبة يعني هو مفهوم واسع نحن عندنا قبل أن يعني قبل أن نبدأ في هذا الموضوع أود أن أشرح ماذا نعني بكتب التراجم يعني هذا شيء ضروري جدا لأن بعض الأخوة يخلطون حتى في كتاباتهم يقول مثلا وقد راجعت كثيرا من كتب الرجال والطبقات أو كتاب الرجال والتراجم مثال يعني يعني شيء من قبيل هذا وهذه كل مفاهيم تحتاج إلى تحديد المقصود بكتب التراجم هو المفهوم العام نحن نحن نقول كتب الرجال ونقصد بها رجال الحديث فقط لما تقول كتب الرجال تقصد بها كتب رجال الحديث فقط وأما كتب التراجم فهو أوسع من ذلك لأن يشمل تراجم العلماء وتراجم الشعراء وتراجم الفقهات جرم أي ترجمة من التراجم يعني ما يسمى باللغة الإنجليزية البيوغرافي اللي هي سيرة الناس سيرة الرجل سواء كان هذا سيرة السياسة أم كانت في العلم أم كانت في العلوم الصرفة أم كانت في العلوم العادية هذا شيء آخر لكن أود أن أشير إلى أن كتب التراجم لها تنظيمات مختلفة المعروف منها عندنا خمس تنظيمات إما أن تكون منظمة على الطبقات ومفهوم الطبقة يختلف طبعا بين إنسان وآخر لكن من حيث المبدأ العام هو اجتماع مجموعة من الناس في زمن معين أو أنها تجتمع في الأخذ عن الشيوخ وفي العطار وهنا تختلف الطبقات يعني من هم من يوسع الطبقة مفهوم الطبقة يجعله مثلا تقريبا ثلاثين اربعين سنة ومن هم من يقصر مفهوم الطبقة ولذلك تجد مثلا أن الذهبي لما رتب يعني كتابه معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار جعلهم سبعة عشر طبقة وسع المفهوم لما جاء إلى سير أعلام النبلاء الذي تناول نفس المدة الزمنية التي تناولها معرفة القراء الكبار جعلهم حوالي أربعين طبقة يعني من واحد إلى سبعمائة أنت ممكن تقصر الطبقة وممكن توسع الطبقة توسع الطبقة هذا شيء آخر أما استعمال الذهبي في تاريخ الإسلام الطبقة بالمفهوم الزمني وهو عشر سنوات فهذا شيء آخر ما له علاقة بالمفهوم العام لمفهوم الطبقات هذه واحدة ومن من نظم على الطبقات معروف يعني من زمان عندنا كتب نظمات على الطبقات بالأصل عند المحدثين هم المحدثون الذين اختروا النظام الطبقات عندنا خليفة بن خياط من الأوائل الذين وابن سعد يعني ابن سعد جعل الصحابة مثلا طبقات طبقات كبار الصحابة صغار الصحابة إلى آخره ثم جعل بعد ذلك مثلا التابعين من بعدهم من أهل المدينة خمس الطبقات إلى آخره معروف الطبقات الكبرى لابن سعد والطبقات الصغرى تختلف ولذلك تجد هناك دائما خلاف بين كتابين لابن سعد بين الطبقات الكبير والطبقات الصغير هناك اختلاف هذا يضعه في الطبق الرابعة وهذا نفسه يضعه في كتاب آخر في الطبق الخامسة فهذه مسألة ذوقية يعني تعتمد على تضييق مفهوم الطبقة وتوسيع مفهوم الطبقة المهم أنه هذا يتخلص به من ذكر الوفيات في مدد معينة نظام الطبقات والنظام الثاني هو أن ينظم الكتاب على الأنساب يعني أن يجمع المتقاربين في النسب في مكان واحد وهكذا فعل ابن سعد أيضا في الطبقات الكبير يعني حينما ذكر القرشيين مثلا أو يذكر عائلة معينة من آل الخطاب مثلا يعني أو من آل أبي بكر من التيميين يذكر فلان 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 حسب أقرباءهم والأب والابن والأخره والأخوة والأقرباء الذين يتصلون بهم هذا يسموه تنظيم على الأنساب أو يكون على البلدان وأرجو أن يفرق هنا بين التنظيم على البلدان وبين كتابة كتاب لبلد معين هذا شيء آخر تنظيم على البلدان يراد به أنك تجمع تراجم موضوع معين وتقسمهم حسب بلدانهم يعني محدثوا أهل البصرة محدثوا الكوفة محدثوا بغداد محدثوا واصل وهل أم مجرة في كتاب واحد ونذكر لكم يعني كتاب بن حبان مشاهير علماء الأمصار اللي هو مرتب على هذه الترتيبات وكذلك طبقات بن سعد يعني راعى فيه التنظيم على الطبقات ثم راعى فيه التنظيم على الأنساب ثم راعى فيه التنظيم على البلدان يعني هو ذكر كان يذكر مثلا تراجم أهل مكة مرتبين على الصحابة على الطبقات ثم التابعين ثم 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 إلى آخره وفي داخل كل هذه الطبقات يذكر الأقرباء مجتمعين مع بعضهم فهو كتاب منظم على البلدان ثم منظم على الطبقات ثم منظم على الأنساب في آن الواحد ثم عدنا تنظيم آخر وهو التنظيم على الوفيات بمعنى أنك تذكر المترجمين بحسب وفياتهم في اليوم وفي الشهر وفي السنة وعدنا سلاسل لهذه ولا يغرنكم الأسماء لا تغرنكم الأسماء يعني كتاب وفيات الأعيان أو الوافي بالوفيات أو فوات الوفيات هذه ليست من كتب الوفيات مع أن أسماءها هي وفيات لكنها ليست من كتب الوفيات لأن وفيات الأعيان مرتبة على حروف المعجم وكذلك فوات الوفيات وكذلك الوافي بالوفيات هذه كلها من التنظيمات على حروف المعجم سيأتي هذا التنظيم لكن المقصود بذلك أن ترتب الكتاب الواحد على تواريخ الوفاة وإحنا عدنا سلسلة تبدأ بابن زبر الربعي معروف في القرن الرابع الهجري ثم ذيول عليه لابن الأكفاني وللكتاني ولابن الأكفاني إلى آخره ثم جاء بعد ذلك علي بن المفضل المقدسي فألف وفياته النقلة ثم جاء المنذري فألف التكملة لوفياته النقلة ثم جاء عز الدين الحسيني وألف صلة التكملة لوفيات النقلة هذه كلها مرتبة يذكر مثلا وفي الأول من المحرم يعني يكتب مثلا سنة ستمية واحد في أول المحرم توفي فلان ابن فلان في أربعة محرم توفي فلان ابن فلان في خمسة محرم توفي كذا في ثمانية محرم توفي يرتب على اليوم والشهر والسنة هذا معروف هذه الطريقة التي سار عليها من ابن زبر في كتاب مطبوع كتابه مطبوع اللي هو تواريخ موالد العلماء ووفياتهم معروف يعني والذيول التي عليه والتي تتصل بالأخير بكتاب علي بن المفضل المقدسي وهو اسكندراني بالمناسبة علي بن المفضل المتوفى سنة ستمية ودعش وذيل عليه تلميذه أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري متوفى سنة ستمية وستة وخمسين بكتابه التكملة لوفيات النقلة ثم ذيل عليه تلميذه عز الدين الحسيني متوفى سنة خمسمية وخمسة بذيل يعني المنذري بدأ من سنة خمسمية واثنين واثمانين إلى ستمية واثنين واربعين وكمل عليه عز الدين الحسيني إلى سنة الخمسة 74 نعم وكلها الكتب مطبوعة ومعروفة في الأقل أنا طبعت كتاب التكملة والذيل عليه لعز الدين الحسين التنظيم الخامس هو التنظيم على حروف المعجم وهذا التنظيم قديم حقيقة فنحن نعلم أن البخاري مثلا وابن أبي حاتم الرازي فيما بعده وإلى آخره والخطيب البغدادي وكل الذين جاءوا وهي أكثر الكتب مرتبة على حروف المعجم لكن هنا تختلف منهم من يذكر الاسم الأول فقط ومنهم من يذكر الاسم الأول والثاني ثم يرتب على الوفيات كما يفعل يعني لازم تعرفون أنتم مثلا كتاب البخاري كيف مرتب كتاب البخاري مرتب على حروف المعجم ومرتب زمنيا أيضا يعني حرف الألف عنده مثلا أو الأسماء في كل اسم من الأسماء يبدأ من فوق يعني من الأقدم وينزل إلى زمانه الخطيب البغدادي بالنسبة للأسماء المشهورة مثلا المحمدين أو الأحمدين من اسمه أحمد طبعا لو ذكرهم ورتبهم على الوفيات يصعب عليه وإنما ذكر اسمين يعني أحمد بن محمد ثم رتبهم على حروف المعجم على الوفيات ولماذا يذكرهم على الوفيات هم معدهم ولا يصعد النسب يعني يقول أحمد بن محمد بن كذا ثم يرتبهم وهذا ترتيب موجود عند كثير من العلماء الذين جاءوا كالخطيب البغدادي مثل المزي في تهذيب الكمال حافظ بن حجر في تهذيب التهذيب إلى آخره لكن هذا يجعلهم يضعون في ما بين الترجمتين ترجمة لا تعرف وفاتها فأنتم مثلا لما تراجعون بالخطيب البغدادي وترون أنه لا يذكر وفاة المترجم انظروا إلى الذي قبله وقيدوا رقم الترجمة الوفاة وانظروا للذي بعده وقيدوا الوفاة فهذا الرجل المذكور بين هاتين الترجمتين وفاته بين هاتين الوفاتين هكذا وأضحى الصورة هذا مهم جدا لأنه يتعلم الإنسان حقيقة أنه الذين لا تذكر وفياتهم هو يذكرهم بين وفاتين فتقديرا يعرف أنه من الشيوخ من الرواية ما إلى ذلك على كل حال هذا مشروح كله لو قرأتم مقدمة لتاريخ الخطيب البغدادي ستجدون أن هذه التنظيمات موجودة ولذلك من المعيب أن يقول الإنسان في أبحاثه وقد راجعت كتب التراجم والطبقات عيب هذا يقال أو تراجعت كتب الرجال والطبقات أو كتاب هذا والتراجم لأن هذا جزء من هذا لأن الطبقات هي جزء تنظيمي من كتاب التراجم فإنسان ينبغي أن يكون دقيق في تعابيره هذه واحدة هذا من حيث التنظيم ثم تفننوا بعد ذلك بالموضوع الذي تتناوله التراجم يعني ربما وضعوا تراجم للصحابة أو تراجم للتابعين يعني كتب خاصة فقط في الصحابة كتب خاصة وهذه التنظيمات متبعة فيها بالمناسبة يعني كتب خاصة بالصحابة ربما تكون منظمة على حروف المعجم ربما على الوفيات ربما على الطبقات ربما على الأنساب ربما على البلدان وهل مجرى في التابعين كذلك في الثقات من المحدثين في الضعفاء من المحدثين ونذكر أنثلة معروفة يعني ثقات ابن حبان ثقات العجلي ثقات كذا هذه معروفة يعني يذكر فيه الثقات ابن شاهين ضعفاء النسائي ضعفاء البخاري ضعفاء الدارة قطني ضعفاء الكامل ابن عدي في الضعفاء إلى آخره الميزان الاعتدال للذهب كلها خاصة به بالضعفاء ضعفاء للعقيلي وهل مجر هناك كتب خاصة بالضعفاء كتب خاصة بالثقات كتب خاصة بالصحابة كتب خاصة بالتابعين كتب خاصة ببلد معين يعني محدثو بغداد اللي هو تاريخ مدينة السلام للخطيب كل ما ليس فيه إلا مدينة بغداد أو من وردها من العلماء وحدث فيها أصفهان لا توجد مدينة تقريبا من مدن العالم الإسلامي إلا ولها يعني معروفة إلا ولها تاريخ بما فيها مصر الذي جمع لها ابن يونس يعني معروف صدفي تمع لها تاريخ مصر وتاريخ الغرباء الذين وردوا إلى مصر عنده كتابين في هذا الباب وبغداد معروفة يعني تاريخ الخطيب تاريخ ابن الدبيثي تاريخ ابن السمعاني تاريخ ابن النجار تاريخ المجدد لمدينة السلام تاريخ أصفهان تاريخ نيسابور للحاكم تاريخ أصفهان لأبي نعيم تاريخ جرجان للسهم وأهل مجرة تاريخ البصرة لابن شبه تاريخ مكة للأزرقي تاريخ المدينة لابن شبه لابن النجار إلى آخره ما تركوا مدينة من المدن إلا ولها تواريخ هذا تنظيم بالفحوة يعني فحوة فحوة الكتاب عندنا إذن تنظيم وعندنا مضمون فالمضامين إذن تختلف وطبعا هذه توسعات منهم تناولوا الفقهاء الشافعية فقهاء الحنفية فقهاء الحنابلة فقهاء المالكية محدثين إلى آخره وتفننوا في ذلك تفننا لا مزيد عليه بحيث يعني يمكن الإنسان يتوسع فيه توسعا كاملا فعند تحقيق هذه الكتب عند إذن تراعى هذه المسائل يعني ما هو موضوع الكتاب وكيف نظم هذا الكتاب تراعى فيه مثل هذه المسائل ويعلق عليها بموجب هذه التعليقات عند إذن وأنا دائما كنت أقول أن كل كتاب من الكتب إذا استثنينا الأسس العامة لتنظيم هذا الكتاب لتحقيق هذا الكتاب التي ذكرتها في الأول وهو اختيار الموضوع وجمع النسخ والمقابلة بينها وإثبات ما يراه صوابا والإشارة إلى مناجم الكتاب وإلى نقد المؤلف وما إلى ذلك تبقى التعليقات الأخرى تتصل بموضوع الكتاب ومدى الفائدة المرجوة منه يعني من غير المعقول أنت تقدم فائدة للقارئ هو لا يحتاجها يعني أنت لا ينبغي لك أن تأتي إلى كتاب في تراجم الأدباء وتتوسع في تخريج الحديث لا معنى لهذا ولا معنى لك أن تأتي إلى كتاب في الحديث وتتوسع في قضايا مثلاً لو ورد شعر أو شيء أو في كتب التراجم العامة تراجم الفقهاء وتتوسع كما يتوسع يتوسع الشعراء حينما يذكرون تخريج الشعر عندما يجمعون جيوان يقولون هذا البيت ورد بفلان مكان ورد بفلان مكان وبصيغة فلانية وبالترتيب فلاني وأخرجه فلان ونسب هنا إلى فلان ونسب هناك إلى فلان هذا ليس شغلتك هذا لأن هذا جاي عرضي لا قيمة له أنت تتبع فائية الكتاب كيف تفيد القارئ من هذا الكتاب جهد المستطاع ولذلك إذا كان مثلاً الكتاب قد نقول في الثقات مثال تحقق كتاباً في الثقات فأنت تتأكد هل هذا الرجل الذي وجد هنا بعد تخرج حديثه تنطبق عليه هذه الصفة هل المؤلف كان يعني موفقاً في ذكر هذا المترجم في هذا المجال يعني وكذلك بالنسبة إلى الضعفاء تخرج الروايات تبين وجه الضعف هل كان محقاً في هذا هل تزيده أما أن تذكر مجموعة من الكتب يعني بعض الناس شوف يذكر مثلاً ريدي حقق كتاب الضعفاء للعقيل مثال فيذكر أن هذه الترجمة ذكرها المجلي في تهديب الكمال وفلان 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 وميزان الاعتدال والنساء وفلان والذخاري في الضعفاء والدار قطني وهذه لا فائدة منها لكن أنا من المفيد علي أولاً أن أذكر في الترجمة من الذي نقل من العقيل من الذي نقل من العقيل هذا مهم بالنسبة لي لأنه هذا يوثق عندي النص هذا مهم بالنسبة لي هل حرف في النقل هل النص العندي جاء كما ينبغي وهل هذول الذين نقلوا نقلوا بأمانة أيهما أحسن المنقول أم الموجود عندي في النص هذا مهم بالنسبة لنا وكذلك لما أجي إلى كتاب متأخر مثل الميزان ميزان الاعتدال خلدنا نفترض للذهبي ما أجي أنا أذكر في الميزان كل كتب الضعفاء السابقة هذا لا قيمة له لكن أذكر من أين أخذ الميزي هذه الترجمة ما هي الموارد التي استقى منها هذه الترجمة فأشير إليها بدقة كاملة وأعيدها حتى أثبت هذا النص ثم أتتبع من من استدرك على الذهبي في هذا الكتاب ومن رأى أنه قد أخطأ أو أصاب في هذه الترجمة يعني عدنا ذي للميزان مثلا لابن العجمي مثال وعدنا لسان الميزان للحافظ ابن حجر والزيادات التي زادها والاستدراكات والتعقبات التي تعقبها على الذهبي في الميزان هذا مفيد في التحقيق إذن كما قلنا كل كتاب له ميزة إذا كان الكتاب في الجرح والتعديل نعم فمن الأوفق ومن المفيد جدا أن نجمع جمهرة ما قيل في هذا الرجل من جرح والتعديل كما فعلنا مثلا في تهذيب الكمال في تعليقاتنا على كل ترجمة من تراجم تهذيب الكمال حاولنا جهد المستطاع أن نذكر كل ما فات المؤلف من جرح أو تعديل لم يطلع عليه سواء أفدناه من مغلطاء أو من الحافظة بن حجر أو من الكتب الأخرى التي لم يطلعوا عليها هذا مفيد لما جئنا على تاريخ الخطيب تاريخ مدينة السلام رأينا من المفيد أن نذكر كل من نقل من تاريخ الخطيب ليش؟ لأن تاريخ الخطيب كان متداول في الرواية وتاريخ الخطيب صار مصدر لعشرات من من جاءوا بعده نقل منه الذهبي ونقل منه المزي ونقل منه الصفدي ونقل منه بنشاكر الكتبي ونقل منه بن كثير ونقل منه السمعاني ونقل منه بن الجوزي في المنتظم ونقل منه صاحب المرآة مئات من الناس نقلوا منه فلا بأس فكنا في كل ترجمة ماذا نقول؟ اقتبس هذه الترجمة فلان وفلان 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 في المواضع الفلانية أو اقتبس منها هذا ينفعنا في التوثيق من جهة وينفعنا ايضا في زيادة النفع لالطالب للمستفيد من الكتاب في تاريخ الاسلام عملنا العكس وبينا ان كل ترجمة من التراجم من اين اخذها المؤلف لانه هو متأخر والمتأخر دائما هو جماع للمصادر الاولى كما ترون ان ذهبي في اول مقدمته لتاريخ الاسلام ذكر المصادر التي استفاد منها ولكن في حقيقة الامر هذه المصادر التي ذكرها في اول تاريخ الاسلام هي جزء يسير من الواقع الفعلي الذي استفاده من عشرات المؤلفات التي لم يذكرها في المقدمة فكان عليك ان تشير ان هذه الترجمة مأخوذها هنا تأتي قدرة المحقق وخبرته في موضوع الكتاب من اين اخذ هذه المعلومات حتى عند عدم الاشارة اليها ومرات انت تعرف من جملة او من كلمة انه هو نقل من الكتاب الفلاني يعني مثلا قول الذهبي في نهاية الترجمة وثقه الخطيب علم ان هذه الترجمة مقتبسة من تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي لما تقول وثقه مثلا ابو زرع الرازي او ضعفه ابو زرع الرازي عرفت ان هذه مأخوذة من كتاب الضعفة لابو زرع الرازي الذي برواية البرزعي مثال يعني هذه كلها تدل على قدرة المحقق على التعامل مع النص في كتب الرجال اذا احنا هذه من حيث التعليقات من حيث التنظيم اذا تسمحوا لي في كتب التراجم في كتب التراجم انا ارى انه كل ترجمة من التراجم حسب طبعا طبيعة الكتاب حسب طبيعة نوعية الكتاب يعني اذا كان الكتاب مرتبا على حروف المعجم خذنا افترض فنحن نذكر في اول الامر الاسم كاملا مع النسبة مع ما يتصل به بشخصه في فقرة ثم نذكر الشيوخ في فقرة ثم نذكر التلامذة في فقرة ثم نذكر كل قول من الاقوال في فقرات مستقلة ثم نذكر الوفاة والميلاد وما يتصل بها في فقرة وفيما اذا كان قد روى له حديثا او شيئا اخر في فقرة مستقلة هذا نوع من التنظيم اذا كان الكتاب مرتب على الوفيات فنذكر اولا ثكرة وفي الخامس والعشرين من المحرم توفي الفلان الفلان الى اخره ودفنه بمكان الفلان هاي كلها تكون في فقرة مستقلة روى عنه في فقرة مستقلة روى عنه في فقرة مستقلة اقوال العلماء فيه في فقرة كل قول من الاقوال في فقرة مستقلة هذا من تفصيل النص تنظيم مادة النص التراجمي تكون عموما على هذا الشكل الذي ذكرته وكل كتاب طبعا بحسب سعة التراجم وبحسب قصر مادة التراجم ترتب هذه الامور ان لا يبالغ فيها يعني لا يبالغ لما يكون هو مثلا يذكر واحد روى عنه وواحد روى يعني واحد من شيوخه وواحد روى عن يذكرهم في فقرتين مستقلتين هذه مسألة ذوقية يعني الانسان يراعيها في المسألة الذوقية يعني لا يقول محمد بن احمد المرغناني روى عن فلان روى عنه فلان ولده في فلان مكان وحق واحدة حق في فقرة يصير اكثر من اللازم يعني اكثر من المعقول لكن لما يكون عنده اربعة خمسة لاحظوا مثلا ان المزي لما يذكر الترجمة يذكر الترجمة في الاول ثم يذكر الرواة عن الشخص مرتبين على حروف المعجم ممن روى عنهم وممن روى عنه مرتبين على حروف المعجم ثم يذكر يبدأ بذكر اقوال الجرح والتعجير وبعض الحكايات الخاصة ببيان حال الرجل ثم يذكر وفاته في الاخير ولا بأس حتى عند اختلاف الوفيات ان تذكر كل يعني وفات او كل فكرة من افكار الوفيات كان يقال وقال ابن سعد والواقدي وكذا وفلان 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 انه توفي كذا وقال خليفة وفلان وفلان توفي في يوم مستقلة لا بأس بذلك هذه مسألة ذوقية لا يبالغ فيها الانسان وانما يرى اي المصلحة او ضل سواء لحجم الترجمة او لحجم الكتاب او ما الى ذلك يعني هذا الذي اود ان اقوله عن تحقيق كتب التراجم ولا ارى ان ازيد يعني على ذلك لان هذا شيء ربما يكون فيه نوع من التكرار طبعا اهم شيء في كتب التراجم ايها الاخوة هو ضبط الاسماء هو ضبط الاسماء وضبط الاسماء بالنسبة لغير المتخصص المتعمق وحتى المتعمق والمتخصص لا بد له في بعض الاحيان من الرجوع الى الكتب الخاصة بضبط الاسماء وقد ذكرت غير مرة ان اولى الاشياء بالضبط هي اسماء الناس لانه شيء لا يدخله القياس ليس هناك شيء قبله يدل عليه ولا هناك شيء بعده يدل عليه بمعنى انك لما تقول محمد بن محمد بن احمد بن محمود هذا لو محمود صارت محمد ليس هناك الذي قبلها يدل عليها ولا الذي بعدها يدل عليها فليس لك الا الضبط ولذلك العلماء منذ قديم الزمان اهتموا بهذه الناحية اهتماما بالغا فعلى الانسان ان يعرف في كل زمان من الازمنة اين هي الكتب التي عنيت بضبط هذه الاسماء ومنذ فترة متقدمة جدا عني العلماء بضبط اسماء المحدثين وغيرهم سواء كان يعني ايام عبدالغني بن سعيد المصري الصاحب المؤتلف والمختلف وكتابه مطبوع او كتابه مشتبه النسبة وهو مطبوع ايضا او كتاب المؤتلف والمؤتلف للدارة قطني متوفى سنة 385 وهو مطبوع ايضا في ست مجلدات او كتاب الخطيب البغدادي المؤتنف او المفترق والمتفق والى اخره له اكثر من كتاب الخطيب ثم جاء ابن ماكولة متوفى سنة 477 فجمع كل هذا التراث في كتاب الاكمال في دفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الاسماء والانساب والالقاب وذيل عليه الحافظ معين الدين بالنقطة البغدادي المتوفى سنة 629 في كتابه اكمال الاكمال الذي طبع باسم تكملة الاكمال او نعم تكملة الاكمال او لا هو الصحيح اكمال الاكمال وكذلك ذيل عليه لمنصور ابن سليم الاسكندراني متوفى سنة 673 ولأبي حامد المحمودي المعروف ابن الصابون المتوفى سنة 68 ثم كتاب الذهبي المشتبه في الاسماء المتوفى سنة 748 وشرحيه للحافظ بن حجر ولبن ناصر الدين معروفين 842 و852 هذا كتب المشتبه هذه ضرورية جدا الذي يعمل في كتب التراجم ليس له الا ان يعود الى هذه الكتب لضبط الاسماء طبعا عندكم اضافة اليها مثل التقريب للحافظ ابن حجر مثل تهذيب التهذيب تهذيب الكمال مثل غيره لكن لا تعتمد على ضبط الكتب الاخرى المطبوعة الا ان ينص عليها في كتب المشتبث هذا مهم لا يقال انه هو في المنتظم مطبوع كذا الا ان يكون هذا بخطوط بعض العلماء المشهورين من المخطوطات عندنا مشكلة طبعا في الاسماء الاعجمية يعني في الاسماء الاعجمية غير العربية ولا سيما مثلا الاسماء الاندلسية التي هي في بعض اصولها هي لاتينية وتحولت الى اللفظ العربي ولذلك اخترع الاندلسيون والمغاربة مع الالفاظ او مع الحروف لتدل على حروف اخرى فهم حولوا القاف الاجنبية التي هي الجيم المصرية يعني عندكم حولوها الى قاف دائما فاينما تجدون من هذه الاسماء مكتوب بالقاف فهو قاف في الاغلب الاعام فهو يقولون مثلا يكتبون انجلترا يكتبون انقلطرا مثلا حينما تلفظوها انت تلفظوها انجلترا وحينما ترى مثلا في اسم المدينة مكتوب قتند هي قتند هكذا لما تجد الاسم اسم المترجم ابن اللونق هو ابن اللونق 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 طويل باللاتينية والانجليزية حتى او ابن البادش اللي هو القدم تعرفون النسوان عندهم الباديكير والمانيكير هذا القدم البادي البادي باللاتيني اللي هو القدم ابن البادش هذا المقرئ المشهور هو في الاصله يعني يعني او ابن فره المقرئ المشهور صاحب هو بمعنى الحديد او الفولاذ كلها اسماء اللاتينية حقيقة ابن مونتيل ابن كذا يعني كثير من هذه الاسماء التي ولا بد لمن يتعامل مع هذه الاسماء ان تكون عنده شيء من الثقافة الاجنبية ليستطيع ان يتوصل الى اللفظ الصحيح لها يعني انت مثلا اشتكتب انت في المدينة الاندلسية تكتب ري لو ري مثلا ملازم انت تعرف ما هو اللفظ اللاتيني الاصلي لهذه الالفاغ وكيف يكون هذا واضح يعني بالنسبة للاسماء الاندلسية التي راعى فيها وطريقة المعرفة لهذه المسائل هو تتبع خطوط العلماء الجهابذ المتقنين اذا وجدت كتابا بخط عالم كبير مثلا بخط الجياني بخط ابن عبدالبر بخط مثلا ابن الابار بخط ابن عبدالملك بخط ابن الزبير بخط ابن بشكوال مثلا وهو قد ضبط الاسم فهذا يعينك كثيرا حتى ضبط حروف يعني هذا يعينك كثيرا مشرط يعني احنا مع الاسف لم يصل الينا كاملا كتاب في مشتبه الانساب من تأليفات اهل الاندلس ولكن الافضل من كل ذلك هو تتبع ضبط العلماء فانا مثلا اذكر لكم تجربتي حينما اشتغلت في السلسلة التراجم الاندلسية واخدرت منها يعني حتى الان 23 مجلدا كنت حريصا قبل كل ذلك ان اقرأ المخطوطات واسجل في اوراق عندي في جذاذات ضبط الاسماء منقولة من خطوط العلماء فصار عندي مثل القاموس يعني مثل المعجم لهذه الاسماء بحيث لا تختلف بين مكان ومكان اخر ولسيما اني وقفت على نسخة ممتازة جدا ومشكولة من كتاب التكملة لابن الاببار كتبت يعني كتبها تلميذ من تلاميذة ابن الاببار بعد وفاته بسنتين وقرئت على عالم كبير من علماء مايورق وهو يعني حاكمها في ذلك الوقت على كل حال هذه قضايا ووجدنا تعليقات على ابن بشكوال بخط القنطري وهو من كبار علماء اهل الاندلس وكذلك الاسماء بالنسبة الى الاسماء الاجنبية الفارسية مثلا او يعني التي كانت شائعة في بلاد ايران يعني في ايران الحالية وفي منطق التركستان او غيرها من المناطق الاخرى فهذه كلها ينبغي ان تراعى فيها الالفاظ التي عرفت بها قبل ان تعرب هذا كل شغل المحاقق الذي ينبغي ان تعلم على قراءة الخطوط ايضا الخطوط الاندلسية وكيف ترسم انتم كلكم يعرف ان مثلا الفاء بالخط المغربي توضع النقطة تحت الحرف بالقاف توضع نقطة واحدة الحاء الحاءات توضع لها حاء صغيرة تحتها وهلوم مجرة وحتى رسم الحرف شكل الحرف يختلف اختلافا كبيرا عما الكتابة المشرقية هذه كلها الانسان يتعلمها حينما يكون متخصصا في يعني شيء من هذه الاشياء فيكون مارعا ومجودا فيها اذا صرف فيها من الوقت الكافي لهذه المسائل نفتح باب النقاش اذا احببتم اذا كان عنده واحد مناطشنا الاوراق لو سمحتم نعم اكون ممنون يعني شكرا اشتركوا في القناة يعني ما هي النصائح التي تنصحنا بها اثناء العمل في جمع تراجم الرواة في الكتب النازلة يعني ما ما فهمت ايش معنا الكتب النازلة يعني ايش النازلة السند النازل سند النازل يعني تقصد في السند المتأخر يعني نعم ما فيها ترجع انت الى كل وقت يعني تبدأ من المؤلف وتشوف المؤلف هو ام تكان يعني متى كان المؤلف يعني خلدنا نفترض اذا كان من القرن السادس الهجري او السابع الهجري مثلا او الثامن الهجري تبدأ بكتب يعني كتب الموجودة يعني في ذلك الوقت يعني يعني اذا كان في القرن الثامن اول ما تبدأ بكتاب الدرر للحافظة بن حجر ثم تنزل بعد ذلك الى كتاب مثلا المقتفي تاريخه بيشام ممكن تنزل الى تاريخ الاسلام للذهبي وتروح الى التكملة الوفيات النقلة للمنذري مثلا يعني هذه مسائل يعني كثيرة لا يمكن ان يجاب عنها ما هو افضل كتاب في تاريخ الوفيات لا هو مو افضل كتاب في تاريخ الوفيات هو احنا ليس عندنا كتب للوفيات متعددة يعني هو الوفيات كل واحد يزيل على الاخر يكمل الاخر ابدأ بابن زبر ثم بعد ذلك الكتاني ثم ابن الاكفاني ثم علي ابن المفضل المقدسي ثم المنذري ثم الحسيني هذه كلها موجودة يعني فانت ترجع الى اي واحد منهم حسب الزمان حسب الزمان الذي تعود اليه يعني اذا اردت في كتب الوفيات ان ترى وفيات القرن السادس الهجري السابع الهجري عفوا فامامك اولا الحسيني اللي هو صلة التكملة اللي بي من ستمية واثنين واربعين الى ستمية واربعة وسبعين المنذري من سنة ستمية وخمسمية واثنين واثمانين الى او خمسمية واحد واثمانين اثنية واثمانين الى سنة سنة واربعين قبله علي بن فضل المقدس لم يصل الينا وذولاك يبدؤون من القرن الرابع الهجري وانتنازل موجود موجود هذا الكلام معروف هذه الكتب الموجودة ما عندنا غيرها طبعا بعض التراجم بعض كتب التراجم اذا تسمحوا لي بعض الحوليات اي بمعنى الكتب التاريخية المرتبة حسب السنوات نظرا لاعتنائها بالوفيات ربما يطلق عليها اسم الوفيات يعني مرات يقولون المقتفي لتاريخ ابي شام لعلم الدين البرزالي مثال علم الدين البرزالي ولد سنة ستمية بالستينات يعني وتوفي سنة سبعمية وتسعة وتلاثين خمسة وستين نعم فكتب كتاب ذيل فيه على تاريخ ابي شام اللي هو الذيل على الروضتين فبعضهم يسمي الوفيات لأن اكثر ما فيه هو وفيات يعني هو فيه تراجم كلمة وفيات في بعض الاحيان تطلق على التراجم فيقال هذا كتاب فيه الحوادث والوفيات بمعنى فيه التاريخ السياسي والتراجم يعني التراجم هذا تعبير خاص يعني اخر يعني لا يعني هذا الوفيات يعني كما يقال كما قلت انا سابقا كتاب وفيات الاعيان او فوات الوفيات او الوفيات يعني لكتاب هذا هذا يسمي كتب الوفيات نعم هل من المفيد جمع كتاب في تراجم الرواد كالموسوعة يجتمل على جميع الرواد في الدنيا طبعا هذا امل ولكن صعب حقيقة صعب جدا يعني ان يجمع في كتاب واحد واحد يذكر بعدين هذا نخليه بالاخير عن تحفة الاشراف ما هي افضل الكتب التي تناولت كتب التاريخ بالتعريف بها وموضوعاتها وطريقة تصنيفها وما الى ذلك وما هو المختصر من هذه الكتب وشك نعم كتب التاريخ كثيرة يعني 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 كتب التاريخ لا يستطيع انسان ان يستوعبها في هذه المحاضرة كتب التاريخ افضلها طبعا معروف كتاب تاريخ الطبري الذي هو العمدة اصبح لكل من جاء من بعده ثم هناك تواريخ متعددة تاريخ الصولي تاريخ ابن الجوزي تاريخ العيني تاريخ ابن كثير تاريخ الذهبي تاريخ تواريخ كثيرة يعني تواريخ كثيرة هذا لا يجاب عنه يعني سبب فراغ الساحة المصرية من علماء في التحقيق وهل هناك من تراه سائرا على درب لا يجاب عن هذا السؤال يعني هذا مو شغل نريد أشياء علمية إذا سمحتم يعني الأجرومية نعم الأجروم يسأل عن الأجرومية والأجروم نعم بالألف وقال إنها كذلك على لغة بلده يقول بعض المعتنين أن الألف بعد الواب في نحو هو رزمي للدلال على أن الواب قبلها أعجمية في النطق لكن الواب العربية فصيحة المضمومة ضما كاملا ولا ينبغي أن تنطق هذه الألف بعد واو مفتوحة فما لا هذا كلام نحن ننطق إذا سمحوا لي نحن ننطق الأمور على العربية يعني دائما العلماء أهل الحديث وغيرهم من الذين اشتغلوا في الكتب والتراجب كانوا هذه الألفاظ الأعجمية كانوا ينطقونها على قواعد أهل العربية يعني يقول خوارزمي هو مبني على خوارزم يعني يكون مروزي على غير قياس على مرو الروذ مرو الشهجان يقول مروذي هذه اصطلاحات اصطلح عليها العلماء كما يقولون بغدادي بغداذي يعني ما موجود هذا ما هو التصنيف الذي توضع فيه الكتب الخاصة بترجمة أعلى فترة معينة مثل الدرر الكاملة الضوء اللامع البدر الطالع ما هو التصنيف الذي توضع ها هذه كتب خاصة بقرن معين هذا موضوعها كما قلنا في الموضوعات اذا تسمحونا كما تكلمنا على الموضوعات قلنا هناك كتب خاصة بالثقات كتب خاصة بالصحابة كتب خاصة ببلد معين كتب خاصة بقرن معين بمئة معينة مثل الدرر الكاملة مثل الحوادث الجامعة في أخبار المئة السابعة لابن الفوطي كتاب الدرر الكاملة لابن حجر كتاب الضوء اللامع للسخاوي البدر الطالع بعد القرن السابع يعني الكواكب السائرة في المئة العاشرة عيون لهذا في القرن الحادي حشر وهل ومجرة هذا ما لعلاقة هذا محتوى نسمي محتوى يعني أن تكون التراجم على هذا المحتوى ما هي قيمة الكتب الحديثة في التراجم مثل الأعلام معجم المؤلفين يعني مفيدة للاستفادة منها لكن لا تعتمد لا ينبغي أن تعتمد في مثل هذا يعني ما يصير واحد بالتحقيق يقول انظر الأعلام ما يصير هذا الكلام يعني لا بس لا يدليك تدلك على شيء تدلك على وفاة تدلك على ضبط اسم تدلك على شيء آخر فترجع إلى الموارد الأصلية هل المحقق أن يستدرك على المؤلف شوفوا هذه قضية الإحالة عند التعريف أخواني بالتراجم عند التعريف بالأشخاص عند التعريف يعني مع الأسف مرات يصير تعريفات هذه ضحكة في بعض الأحيان فهو يريد يكثر مصادر المحقق مرة يستعمل شذرات الذهب مرة يستعمل طبقات الحنابلة مرة يستعمل طبقات الشافعية للساذة ما يصير هذا الكلام هو الإنسان حتى لو استعمل كتابا واحدا المهم أن يستعمل الكتاب الجيد المضبوط ها أو يعني أنت لو استعملت خلتنا فرط تاريخ الإسلام يكفي يكفي تاريخ الإسلام يكفي هذا قضية التنوع الذي لا معنى له في بعض الأحيان يعني عيب أصلا يعني أنا أسألك زين ليش استعملت هنا شذرات الذهب ما استعملت طبقات ابن سعر ما واحد يجي يعرف لي مثلا الخطيب البغدادي مثال مثال على ذلك يعني الخطيب البغدادي يقول انظر شذرات الذهب ليش شذرات الذهب ليش ما سمعاني في الأنساب ليش ما فلان ابن الجوزي في المنتظم مثلا ما هو أقرب وأحسن يعني الإنسان يكون ذواق في مثل هذه المسائل لا يحاول يكثر على مدكثر المصادر أو يذكر خمس ست مطادر سبع مصادر لا معنى لها أيضا ما أصدر مصدريا كافي هل للمحقق أن يستدرك على المؤلف نصوص التراجم كأن يصحح نسبة أو تاريخ وفاة اعتمادا على مصادر يراها المحقق أو ثقود وتسبق المؤلف أو هي من مصادره لا بأس كل تعليق ينفع القارئ لا بأس به ينفع القارئ ولكن يكون بإيجاز وأن يكون مفيدا يعني لا بأس أن يعلق هل كتب ضبط الأسماء محققة تحقيقا علميا بمعنى أننا نطمئن للاعتماد عليها في ضبط الأسماء نعم أغلبها محققة تحقيقا علميا يعني كتاب الدار قطني جيد تحقيقه كتاب المؤتلف اثنين من تلامذتي نشرته دار الغرب الإسلامي لعبدالغني بن سعيد اشتغلوا أنا راجعته كتاب بن ماكولا اشتغله عبدالرحمن المعلم اليماني وشيخ المحققين وكتاب بن نقطة تحقيقه جيد جدا أيضا كتاب المحمودي اشتغله شيخنا علامة العراق الدكتور مصطفى جواد رحمة الله عليه وكذلك كتاب الهبي بإشكالات طبعة البجاوي لكن لها قائمة في الأصل على طبعة قديمة طبعة أوروبية يعني سنة 1860 ولكن شرحه لابن ناصر الدين ول تبصير المنتبه ابن ناصر الدين شغله ممتاز جدا هو ابن ناصر الدين أحسن الكتب بالمناسبة يعني يعني يكفي هو ابن ناصر الدين فيمكن الاعتماد عليها عموما يعني عموما جيدا جيدا في حالة تحقيق مخطوط مؤلف نقل معظم ما فيه من كتاب آخر مثل المنتظم منقول من الطبري ففي هذه الحالة أرجع إلى كل الموارد التي رد ذكرها في المنتظم أم أرجع إلى الطبري لا طبعا ترجع إلى الطبري ترجع إلى الأصل الذي نقل منه هو نقله بمصادره أنا باحث ما جسير في موضوع ما وجدت مخطوط متعلق بهذا الموضوع أردت أن أقرأ هذا المخطوط وأنسخه لكي أضعه في الرسالة ماذا يسمى عملي في هذا المخطوط هل هو نشر فقط أم تحقيق أم دراسة مع العلم أني سأقوم بقراءته ونسخه فقط بدون التعليق لا هذا لا يجوز أن تقوم بنسخه وتدوينه بدون تعليق نعم أشياء خارجة عند تحقيق كتب البيهقي والخطيب ومن عاصرهم نجد صعوبة في الوصول إلى ترجمة الرضاوي الذي أخذ عنه المصنف فما هي نصيحتكم لأنها في ذلك من كتب التراجم لا هذه ليست صعبة حقيقة يعني البيهقي في الأغلب كثير الاعتماد على الحاكم النيسابوري يعني شيخ شيخ الحاكم هو وكان ينتقي منه ينتقي منه وقد انتقى منه أشياء جيدة حقيقة البيهقي ذكي يعني البيهقي تعفون توف سنة 458 وشيخه الحاكم توف سنة 405 هجرية فهذه موجودة التراجم المشكلة اللي عندنا شوية في بعض هو أحسن شيء تاريخ الإسلام أنا في رأيي يعني تاريخ الإسلام مفيد في هذه الناحية ولأنه المشكلة التي عندنا أن تاريخ نيسابور للحاكم لم يصل إلينا يعني فقد وفيه أكثر هذه التراجم يعني لما ينقل عن الحاكم والحاكم يذكر شيوخه فشو يقوم موجودين في تاريخ نيسابور في الأغلب لكن بيني وبينكم أن أكثر هؤلاء موجودين في الكتب المعتبرة يعني كتب أوسعهم كتاب تاريخ الإسلام يعني بس أعطيكم فكرة يعني الخمسين إلى ستين فهو أوسع عندك تاريخ الخطيب عندك تاريخ بن عساكر عندك تاريخ جرجان السهمي عندك هذه كلها تراجحها تضع الآن موجود الآن تضع الشاملة تبقى الزر لا تطلع الآن صارت الأمور سهلة ليست كمس قلب الاسم قلب الاسم حتى تستطيع أن صارت سهلة الأمور هل هناك كتب اهتمت بالتعريف برواة الكتب مثل كتاب التقييد لبن نقطة وذيله للفاسية وما هي أهمية تلك الكتب لا التقييد لبن نقطة لمعرفة رواة السنو والمسانيد وكذا ذيله للتقييد الفاس في المتوف سنة 832 هذه يعني لمن روى وكتب معينة مو هي يعني هي ليست للأسانيد تحليل الأسانيد لا لمن روى كتب معينة يعني رواة الكتب رواة تاريخ الخطيب رواة رواة ابن سعد رواة البخاري رواة كذا هذه هو رواة الترمذي موجودة يعني موجود عند الحافظة بن حجر أيضا بعض الكتب لم أستطع إيجاد كتاب موسع في تراجم طبقات علماء الحنفية إلا الجواهر القرشي والطبقات السنية التميمة هل يوجد كتاب مخلوط موسع في تراجمه لا هو أحسنهم لا هو أحسنهم الطبقات السنية التميمة هو معد يعني الذي لا يوجد في كتاب الطبقات السنية يعني عموما لا يوجد عموما يعني لا يوجد مع ذلك أخبرونا أن لكل حقبة تاريخا عمدة أفضل من غيره هل نطمع مسيادتكم ذكر الكتب الأصول في كل حقبة منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ما قيمة تاريخ بن خلدون وما قيمة المقدمة هذا سؤال جيد حقيقة يعني نحن أخواني بالنسبة للتاريخ أحسن طريقة إذا تريدون تأخذون الفائدة من التواريخ تأخذون المعاصر يعني تركوا القسم الأول طبري أو أفضل الكتب لا شكل إلى سنة 300 إلى سنة 300 طبعا طبري تعرفون وقف إلى 298 إلى هذا الفترة الطبري يعتبر من أحسن الكتب المؤلفة فيه روايات متوسعة وفيه روايات مختلفة وعليك أنت تدرس هذه الروايات وتختار منها ما تراه مناسبا طبعا موجود تاريخ خليفة من خياط وهو من الكتب الجيدة وعندنا يعني كتاب بن سعد يعني في هذا كتاب الفتوح اللي بن أعثم الكوفي كتاب أنساب الأشراف للبلاغري هذا الكتب المعروفة في هذه الفترة بعد ذلك تأتي الكتب المعاصرة كل كتاب معاصر يعني كتاب الصولي المعاصرة كتاب المنتظم المعاصر له كتاب مرآة الزمان المعاصر يعني مو تأخذ من أنا مقصدي تأخذ من كتاب المنتظم ما عاصر هو أحداثه هذا هو تأخذ من كتاب يعني بعض الناقلين المتقنين المفيدين مثل الذهبي مثل بن كثير هؤلاء متقنون في النقل يعني تأخذ منهم لا بأس عن الأسبق ولكن يبقى المعاصرة هي الأساس يعني كلما ذهبت إلى المعاصر فيكون عندئذ أفضل الكتب الحوليات تبدأ عادة أغلبها يبدأ من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه فأنت تأخذ القسم المعاصر له من كل كتاب وحينا لا تجد كتابا معاصرا في ذلك تجب لها بعض الكتب المعتبرة يعني من الكتب الجيدة كتاب ابن الأثير من الكتب الممتازة الكامل ابن الأثير مؤرخ هو عقلية راقية أما كتاب ابن خلدون فهو دون الوسط حقيقة من الناحية التاريخية يعني كثير الأخطاء عند خطأ كثير يعني يعني المغاربة يحبون ابن خلدون بكثرة توانسة بصفة خاصة أنا يعني حققته من هذا الكتاب من الطبعة الجديدة التي يشرف علي صديقنا الأستاذ إبراهيم شبوح الجزء الرابع الذي هو يتصل ب عرب ما قبل الإسلام شوية والسيرة النبوية والخلفاء الراشدين الجزء الرابع في سبعمائة صفحة من زمان اشتغلت بسنة 2007 لكن لم يظهر إلى الآن لأنه يريد طلعه ومرة واحدة الكتاب أنا عندي نسخة من 2007 منشورة نسختي يعني وجدته هو عبارة عن تلخيص من كتاب ابن الأثير ليس أكثر من ذلك تلخيص لكتاب ابن الأثير لا يزدع ذلك ومع الأسف حتى النسخة التي استعملها من ابن الأثير نسخة رديئة وذلك كما يخطأ ابن الأثير هو أهم يغلط يعني مو ابن الأثير يغلط ناسخ الكامل لابن الأثير النسخة الرديئة التي أشار إليها المستشرقون في الحواشي نعم في الطبعة الأوروبية هو كان عنده هذه النسخة بيخال دون يعني وسط دون الوسط في التاريخ يعني أما الأوروبيين معجبون به المغاربة معجبون به هذا شيء آخر يعني لا يقاس بيني وبينكم لا يقاس بالطبري ولا يقاس بابن الجوزي ولا يقاس بالذهبي ولا يقاس ولا بالعيني ولا بغيري نعم كيف يمكن أن مزج بين منهج البحث التاريخي الأوروبي ومنهج المسلمين الذي على رأسه منهج المحدثين وهل هناك دراسات تحليلية في ذلك طبعا لا موجود يعني اللي يريد يشتغل بالتاريخ على الأقل يقرأ كتاب مصطلح التاريخ لأسد رستم الذي هو مبني على المحدثين هو رجل مسيحي لكنه كان منصفا ووجد أن أفضل المناهج للدراسة التاريخية مناهج المحدثين موجود هذا الكتاب أنا أنصحه طبعا هناك كتب في المناهج البحث العلمي كتاب جيد لحسن عثمان عندكم هنا في مصر من الكتب الجيدة حقيقة كتاب 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 كثير من الكتب الموجودة في مناهج البحث العلمي من أفضل من كتب في التفرقة بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في الحديث ما في هذا لا توجد فيها يعني لا توجد فيها دراسات بهذا المعنى هذه مسألة لا أعرف ليش أصبحت تثير بعض اللغط في الساحة الحديثية المتقدمين ومتأخرين كل الذي قلنا أنه قيمة الجهابذة المتقدمين أفضل من الذين جاءوا من بعدهم وهذا حق يعني ليس يعني لأنه نحن نعلم جيدا وأنتم تعلمون جيدا أن كتب المصطلح إنما وضعت بناء على سبر أعمال الجهابذة الأوائل فالسبر هذا قد يكون تاما وقد يكون ناقصا مناهج البحث العلمي الحديثة توفر الآلات توفر الكمبيوتر توفر الطباعة توفر الكهرباء توفر الفهارس أصبحت بالنسبة لنا نحن أقدر الآن على المتأخرين من المتأخرين على الحكم على بعض الأحاديث أحسن البضاعة التي كانت عند الحافظة بن حجر أو عند السخاوي أو عند كذا عندنا الآن موجودة لكن هذه البضاعة لم تكن عندهم كما كانت عند البخاري وعند مسلم أولئك كانت عندهم مئات الألوف من الطرق هؤلاء اطلعوا عن الكتب المدونة والكتب دونت وانتهت بالقرن الثالث والقرن الرابع الهجر انتهت المسألة يعني فهذا الفرق يعني ما تحتاج إلى هذا كل هذا اللغة ما أحد كتب منهج المتقدمين ومنهج المدونة لا أحد كتب في هذه المسألة احنا كتبنا في كتبنا يعني دائما يقولون دكتور بشار وفلان وفلان يقولون بالمتقدمين وبالمتأخرين لا احنا لا نقصد ذلك لا احنا كتبنا أنا أود أرباكم أيها الأخوة أن الحديث الذي يصححه الجهاب ذا الأوائل لا ينفعه تضعيف المتأخرين أن الحديث الذي يضعفه جهاب ذا الأوائل لا ينفعه تصحيح المتأخرين يعني الذين جاءوا من بعدهم لماذا؟ لأن أولئك كانت عندهم من الوسائل ومن الطرق طرق الحديث وما إلا ذلك ما ليس عند المتأخرين ما ليس عنده هؤلاء هذا هو الفرق أنه هؤلاء لا يقات بهؤلاء أنت مستحق تحط علم البخاري وعلم مسلم وعلم أبو يحيى بن سعيد القطان تحطه بمنزلة الذهبي أو بن حجر أو بن رجب أو أي واحد من هؤلاء ما يصير هذا لا يجوز لأن ذلك عندهم كانت أشياء لا توجد عندها هؤلاء عندهم مئات الألوف من الطلق لا يطلع عليها هؤلاء هذا الفرق وذلك نحن لما جينا على جرح والتعديل ما إحنا قبلنا آراءهم في الجرح والتعديل من غير مسائلة ليس صحي هذا الكلام لو كانت المسائلة موجودة هل يجوز علينا نحن الآن أن شخص وثقه مثال على ذلك وثقه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وابن حبان وإلى آخره ولم يرجرحه أحد يجي واحد يعني نقبل قول ابن حجر أو الذهبي أو كذا يقول هذا ضعيف نقبل هذا الكلام منه لا نقبل هذا الكلام منه والعكس من ذلك هل نقبل أنه واحد ضعفه كل هؤلاء مثال يعني واحد جاء من المتأخرين في زماننا أو في قبل زماننا أو في القرن التاسع أو في القرن الثامن أو في القرن التاسع أو العاشر وقال هذا ثقة يعني ما يصير إخواني هذا لا يجوز هذا يسوينا مشاكل بمعنى نحن نهدم التراث كل هذا يعني لما يجي واحد قاعد بآخر الدنيا بالمغرب ويقول أن الحارث الأعور ثقة يميشر هذا هدم هذا هدم للعلم هذا لا يجوز الحارث الأعور سبعة من كبار العلماء كذبوه مو العامر الشعبي كذبه فقط علي بن المديني كذبه ابن أبي خيثمة أبو خيثمة زهير بن حرب كذبه فلان كذبه فلان كذبه فلان قال متهم ضعفه البخاري ضعف أبو حاتم ضعفه أبو زرعة ضعفه فلان ضعفه فلان ضعفه فلان فجل عشر ضعفه والله وثق واحد أو اثنين خلنا نفترض وثق واحد اثنين اختلف فيه قول يحيد بن معين ووثق أحمد بن صالح المصري هل نقبل نحن بهذا ونقول هذول كلهم غلطانين وأصاب في ذلك فلان وفلان ما يصير هذا الكلام لا يجوز هذا بمعنى هدم هدم أو حديث حكم عليه علماء دنيا كلها بالوضع مثل حديث أنا مدينة العلم وعليهم بابها يجينا واحد يكتب والله بحث والله يقول لك وهذا كتب فيه بحثا مفصلا وبين أنه صحي شو الكلام هذا أنا واحد حديث لو لم يقل إلا البخاري فيه هذا حديث منكر لا أصل له أو العقلي يقول لا أصل له أو فلان يقول لا أصل له أو فلان يقول موضوع أو فلان يقول أنا أجيأ أقول هذا حديث صحي عشرين عالم من علماء الكبار وزرعة وابو حاتم وابو داود والبخاري ومسلم والدنيا والإمام أحمد والكلها كلهم قالوا هذا لا يصح موضوع 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 كذب صحيح لا أصل له لا أصل له يجي واحد يقول هذا هذا لا يجوز هذا الكلام فإحنا نقول أن الحديث الذي يضعفه المتقدمون الجهابذ العلماء الأوائل لا ينفعه إيش تصحيح المتأخرين لأن هذا غلط هذا هي القضية الفرق بين المتقدمين ومتأخرين التي أوثرت القلاقة حولها بشكل كبير من أفضل المحققين من المستشترقين في التاريخ والتراجع المستشترقين كانوا سابقا يعني الآن ما أعظل المستشترقين الآن المستشترقين ما لهالوقت بالمناسبة مساكين ذو كلهم يشتغلون لجلس الموظف وزاة الخارجية يعرف شوية عربي وما ظلوا يعني الجهابي ذا الأوائل ولا الجيدين مثل يعني مثل بروكلمن وتلاميذة وشفولر وفان إيس وزالهايم وذول راحوا يعني ماتوا وما خلفوا عليهم كل الآن أنا شفتهم أروح لأوروبا وألتقي بهم ضعاف ضعاف يعني إلى درجة يرثى لها يعني يرثى لها هناك مخطوطات مفقودة فهل من الفائدة أن أجمع كل مؤلفات العالم وأنظر من مطبوع منها والمفقود لا بأس بذلك نعم ممكن قلتم في دراسة سير أعلام النبلة أن الكتاب مرتب على أربعين طبقة لكنهم نشروه مع سير النبوية وسير الخلفاء الراشدين على خمسة وثلاثين فقط فهل توجد نسخة الطبقات الخمسة الأخيرة وإذا كانت موجودة فهل نراها منشورة على تحقيقكم إن شاء الله خدمة للكتاب ومؤلفه نعم وجدت هذه أنا في المقدمة استرجمت من باب يعني ليس من باب الرجمي بالغير بس أن نستعمل هذا نقول استرجمت أن يكون هذا ليس الجزء الثالث عشر الذي أنا حققته من سير أعلام النبلاء في أيام الزمان وهو يتكلم فيه الجزء الأجزاء الأخيرة يعني واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين المطبوع الذي أنا حققتهم قلت أن هذا لا يمكن أن يكون هو آخر الكتاب لأن الكتاب ينبغي أن يكون للسبعمية يوصل فلابد أن تكون هناك واقترحت في وقتها أن تكون هناك نسخة في الهند وبعدين نحن فعلا يعني كتب إلي شيخنا حبيب الرحمن الأعظم رحمة الله عليه قال لي أنا وجدت هذه النسخة وأرسلت النسخة إلينا ولكن تقاعست مؤسسة الرسالة عن نشرها في وقتها على تبار ننشرها النسخة صعبة شوية وفيها الذيل سير أعلام النبلاء أيضا وبالمناسبة منشور عدكم الآن كتاب بإسمه ذيل تاريخ الإسلام إذا سامعين به هذا ليس ذيل تاريخ الإسلام هذا ذيل سير أعلام النبلاء نشروا اثنين واحد سعودي واحد عمر عبدالسلام تدمر واثنين هم خربطوا ولخبطوا به الحقيقة لأنه هذا بيط طبقة الأربعين والطبقة التسعة وتلاثين والطبقة الاثمانية وتلاثين وتاريخ الإسلام مرتب على سبعين طبقة فكيف يكون عنده إذن هذا فيه الطبقة هذه ما يفهمون الشغلة يعني عيب والله عيب واحد يشتغل في موضوع لا يحسنه هذا ذيل سير أعلام النبلاء هذا ذيل سير أعلام النبلاء وليس ذيل ذيل سير أعلام النبلاء وقد نقل منه الفاسي ونص في نقله على أنه ذيل سير أعلام النبلاء وقابلوا ما نقله الفاسي في العقد الثمين بما هو موجود في هذا الكتاب فضلا عن الطبقات والترتيبات وأنا كتبت عن بحث هذا هذا ذيل سير أعلام النبلاء والكتاب موجود لكن مع الأسف أن الطبعة الأخيرة من سير أعلام النبلاء أخذوا طبعتي من تاريخ الإسلام وحطوها بذيل سير أعلام النبلاء وقالها هاي الطبقات الأربعين وإلى أخطوها للسبعمين هذا يظن لا يجوز لأن هذا يختلف اختلاف جذري يعني في هذا فآخر ترجمة أنا أذكرها في ذيل سير أعلام النبلاء هي ترجمة الإمام المزي متوفى سنة 742 وفيها ترجمة ابن تيمية وفيها ترجمة أخرى من الترجمة الممتازة ترجمة البرزالي من الترجمة المحروفة يعني في هذه الناحية حقيقة يعني نعم فالكتاب موجود ونشرته بعض الذين نشروا سير أعلام النبلاء لكن نشره رديئة نعم فسمعت أنه يعني الآن يعني تنبه وأنا نبهت عليه مرات عديدة أن هذا لازم ينشر يعني حرام يعني موجود نسخة المدراسي موجودة يعني وعندي أنا نسخة من عذب المناسبة يعني نسخة خطية يعني بسألة ما عندي وقت أن نشرها شكرا لكم على تحقيقكم لكتابي المحلة والتمهيد ولكن قد يختلف عليك الناس في علم الحديث بينما يتفقون عليك في علم التاريخ فهل ترى ضمن مشاريعك تحقيق كتابي ليش يا با لماذا يختلفون عليها في علم الحديث هذا شغلي بالحديث من قال لك أني أشتغل في التاريخ أنا عمري ما أشتغل في التاريخ أنا كل شغلي بالحديث شو الكلام هذا يختلفون علي في علم الحديث خلي يختلفون اللي عنده مناقش ايناقشني في كتاباتي وفي غيرها له الحق في ذلك يعني يقول أن الدكتور أخطأ في كذا لا بأس في ذلك يختلفون علي أين يختلفون أما بعض الجهلاء يكتب يسوون أنا لا أرد على الذين يكتبون بالمناسبة يعني كثير معنات يشتمون ويسوون ويشتمون ويسوون واحد من الجهلاء كتب هنا عندكم في مصر صحح نسختك من تهذيب الكمان ضحك هذا ضحك يوم جاء عندي أبو يسحاق الحويني الله يشفيه ويذكر بالخير دائما صديقنا العزيز فأريته أنا نسختي المستدرك عليها ما وقع من بعض التصحيفات والأخطاء في طبعتي الأولى قلت لهذا شوف الجزء الأول ذكرت ست مواضع وأنا ذكرت أربعة وكمسين موضع يعني لاقي على نسخة واحد بالطريق صحفها يعني زاي صير راء ما أدري شنو صير كذا وكل واحدة مسويها ومشتي مشتايم علي وأن الدكتور بشار ما حقق هذا الكتاب وأن حققه جماعة من الأخوة المصريين الذين كانوا في بغداد يعني يقصد الأخ محمود وجماعته وبعدين الأخ محمود كتب رسالة بخطه ثلاث صفحات نشرها على النيت قال لي يا مفتري يا كذا تتعرف ليش ذكرنا الدكتور بشار لأننا في بعض الأحيان ربما أفدناه سؤالاً أو شيء من هذا القبيل أو إلى آخره وإلى كتب يعني هذا افتراء عيب عيب هذا وأن الدكتور بشار بعثي وأنه من البعثيين الكبار وأنه لا يؤمن بمبادئهم الكلام الفاسد الذي لا علاقة له يعني يا أيها الأمريكان اذهبوا فاذبحوه هذا الرجل هذا من جماعة صدام حسين يعني شو الكلام هذا يا أخي عيد واحد اسمه عياري ما هي شو اسمه واحد عيدكم هنا اسمه عياري ما هي شنو اسمه ثياري ما هي عياري والله ما أعرف يعني 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 بدل ما تحترمون الله أكبر الله مصلي على محمد وإحنا ربعنا واحد يذبح الآخر شو الكلام هذا هذا لا يجوز يا أخوان عيب يعني عيب ولكن لا أرد على هذه القضايا لا أرد عليها يكتبون يعني لا أرد على يعني ما هو المحلى والتمهيز وكل حديث يعني وسترون إن شاء الله من هو بشار عواد معروف المحلى إن شاء الله هل القاف في الأسانيد الأندلسية دائما تنطق كحرف G الإنجليزية مثل القشتالي والمالقي لا هو مو دائما لكن هم متى ما كان هناك قاف حولوها إلى قاف عموما يعني أنتم تحولون القاف جيم معروف يعني وهذه لغة معروفة يمنية أيضا قديمة معروفة يعني لكن عموما يجعل يقول ما قولكم في صنيع بعض المحققين يجعل لتحقيقه هامشين الأول لبيانة لا في النسخ الثاني لباقي التخريجات والتعليقات هذه طريقة يستعمل المتشرقون حقيقة بكثرة أنا لا أستحسنها وأنا جبرت عليها في كتاب ابن خلدون يعني الجزء الرابع لأن إبراهيم صديقنا الأستاذ إبراهيم أصر عليها أن نكتب الاختلافات بين النسخ في هامش في حاشية يعني حواشي معينة والتعليقات في حواشي أخرى هذه طريقة متعبة وهي يستعملها لباقي جيم وهي يستعمل لها واحد اثنين يعني لا معنى لها لا معنى لها يضع خطا فوق الراوي عن الشيخ بينما يضع خطا تحت أسماء الشيوخ قضية الفوق وتحت هذا مثل اصطلاحية القدماء يضعون فوق بالمناسبة يعني إحنا في الطريقة الحديثة نضع تحت يعني ما في شيء هذا مثل اصطلاحية يعني يعني تريد تحط خط يعني للبيان والآن بدل الخاط نحن نستعمل البولد يعني نريد نبين عبارة معينة نقولها نقولها للطبعة نكتبها بالأسود يعني بالبولد نكتبها بي يعني يعني مثلا وهذا لم يثبت عندنا لثلاثة أوجه الأول كذا 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 الثاني كذا فأني دائما نحطها تحت الأول تحت الثاني تعرف الطبعة أنا يكتبها بالبولد حتى تظهر يعني بشكل هذه مثلة جمالية لا تأثر لا تهتمون بالشكليات الأصل هو العلم ليس كل شكليات لا قيمة لها كثيرة بس يعني لا بأس بها ما رأيكم في ترك تنوين النصب لأجل السجع في بعض المؤلفات الأدبية لا بأس يعني لا بأس لا بأس من المخطوط المكتوب بالخط المغربي يكتب أسماء الشهور بطريقة خاصة بهم ديسمبر تكتب دجمبر طبعا نوفمبر تكتب نوننبر صحيح هذا ما فيه شي يعني هذا اصطلحهم هم يكتبون هكذا ابن حزم يكتب هذه المناسبة يستعمل دجمبر ونوننبر وأنا حتى واحدة من عدهم مرت عليها وكذا يعمل الطعام ليلة ينير بعدين افتهمتها أنا هذه ليلة رأس السنة المسيحية ليلة ينير يعني ليلة يناير مقصود مقصود رأس السنة عندهم من بلادية كانوا يعملون بها نوع من الأشياء إذا كان الناس يكتبوا بلهجات أهل المغرب هل يشاروا إلى ذلك في الهامش أم لا لا بأس يذكر كل شيء كل شيء يبين يعني أنت الاصطلاحات في بعض الأحيان هو يستعمل الاصطلاحات خاصة بهم وأحسن كتاب في هذه المسألة هو كتاب دوزي دير بالكم هذا حطوه دائما واحد يعني لازل كل أحد يشتغل بالتحقيق وعنده كلمات تأتي ليست في المعجمات العربية هو ينبغي أول ما يرجع إلى كتاب المستدرك على المعجمات العربية لريناد دوزي الذي ترجم في العراق عندنا فيه داعش مجلد مترجم إلى اللغة العربية يعني ذاك اليوم أنا مر علي وهو يذكر الأشياء التي يصنع منها المسكرات ومنها المس أليف لا ميم سين وماذا تعملوها للأندلس يعني بعدين دورت عيب كل المعجمات ما لقيت بعدين تبين شنو هذا المس نحن بالعراقي بعدين نذكر ثاني نسميه المش المش ويعملوه الفلسطينيين أيضا هو مصل لما تحط اللبن المخيض لبن المخيض تحطه في الكيس ينزل من عنده المس هذا هو هذا المقصود ماذا يستعمل عندكم في مصر أو لا يستعمل آه يستعمل ها يستعمل عندكم في مصر يعني يستعملوا المغارية بكثرة فهذا لا تجد له في المعجمات لابد تشرحها حتى تبين شنو هو ايش هو يعني شكرا يكفيكم صناء العلماء وعدم انتقادكم إلا من الصغر جزاكم الله خيرا يعني على كل حال يا سيدي هذا كله إنسان نحن نعرف يعني هذه ناس يعني ما رأيكم في كتاب سليم بن قيس الهلالي هل هو ساقط عن الاعتبار بالكلية به بعض الفائد شوفوا لا يوجد كتاب ليس له فائدة حتى هذا الكتاب المفبركة حتى لحديث الموضوعة ترى فيها فوائد ما نقول لكم ما فيه ما لا يوجد كتاب ما فيه فائدة يعني نيائية لا لحديث الموضوعة فيها فائدة لأن الحديث لما توضع تنبئ يعني نعيم بن حماد لما اتهم بوضع قضية تفترق أمتي على ثلاث وسبعين هرقة ها أشرهم هذا قوم يقيسون الأمور وإلى آخر موجود هذا كتاب من نعيم يقولون وضعه نعيم حماد وسرقه منه السارقون ولو ابن معين اعتذر وقال لا نعيم شبها له ليس يضعه يعني هم يحبون نعيم نعيم تعرفوا يعني إلى منزلة عظيمة بالنسبة للحركة الجهادية عند الجهاديين يعني ربع ربع جماعة أحمد بن نصر الخزاعي ونعيم بن حماد والبويطي وذولا الذين وقفوا في قضية ما يسمى بالمحنة في وقتها واللي كانوا حاولون نسألوا انقلاب على الدولة العباسية معروف هذا هذه قضية سياسية معقدة ما نريد ندخل بيها يعني في قضية الخروج على السلطان الجائر وعدم الخروج على السلطان الجائر وإلى آخره يعني شغلة معقدة فليك هو كان يقولون كان صليبا في السنة ولذلك احترموه الناس وإلا هو التهم في وضع هذا الحديث يعني فهذا وضع هذا من تقراء الكتاب تعرف أن هناك كان نزاع محتدم بين أهل الرأي وبين المحدثين يعني لما يقولون المحدثون ما ولد في الإسلام أشأ من أبي حنيفة كان يهدم الإسلام ركناً ركناً يعني استتيب من الكفر مرتين وما خلوا لسكة والشتيمين ما شتموا لأبو حنيف طبعاً هذا يعبر في نتيجته النهائية أنت تنظر عليه كمؤرخ تنظر عليه من وجهة النظر الصراع الحال بين أهل الحديث مو كل كذب ترى يعني مو كل أن هؤلاء المحدثين لم يقولوه لا قالوا 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 أسوأ من عنده في أبي يوسف ومسؤل عبد الله بن مارك قال لهم ياهو أحسن أبو يوسف لو محمد بن حسن قال ياهو الأكذب يعني هكذا في الكتب يعني فهذا كل يدول على الصراع الحاد بين أهل الرأي وبين يعني مدرسة العراقية وبين مدرسة أهل الحديث معروف هذا الكلام يستفاد منهم كل حديث موضوع لماذا وضع هذا الحديث يعني يمكن واحد يدرسه من الناحية الاجتماعية والتاريخية ليش وضعوا هذا الحديث يعني مفيد يعني حتى أحاديث الأشراط الساعة المكذوبة الكثير منها مكذوب يعني كثير من عندها مكذوب تعرفون يعني مثلا كتاب الفتن مع النوعيمة بن حمد تعرفون كتاب الفتن مع النوعيم كتاب الفتن تتربع بالمئة تسعين من عندها كذب يعني كلها أحاديث موضوعة لكن هذه بدراستها تاريخيا ودراستها من الناحية التاريخية تنفعك في استخلاص شيء معين ما هو شراد نوعيم يقول كل الحشي هذا اللي قال نوعيم بدكتها أنه خلص الدولة العباسية رح تنتهي بالقرن آخر واحد الثامن يعني آخر واحد الثامن التاسع وتنتهي ولا حيطلع كذا ولا يطلع كذا والرأيات السود وقراسان والدجال والدنيا وكلها تطلع وإلى آخر وطبعا ما يحبسوا النوعيم ولا مات بالسجن ولا قتلوا أحمد بن نصر الخزاعي شوف أحمد بن نصر المسكين هذا الرجل وش نو سيله هو أحمد بن نصر رح يسوي انقلاب على الدولة ونسموه والتنظيم ماله نسموه بسكو أحمد بن نصر أول من هو وكان أحمد بن سلامة أيام ما صار النزاع بين الأمين والمأمون في بغداد هو لما غابت الدولة صاروا هذول هم قاموا بمكان الدولة سموهم الآميرون بالمعروف والناهون عن المنكر يعني هذين لما جاء المأمون استرضى لأحمد بن سلامة كذا صعد نزل مدرش نصر من ربع الحكومة من ربع الدولة بقى أحمد بن نصر ما قبل وأحمد بن نصر بالمناسبة هذا ابن الدولة هذا جد كان عضو مجلس قيادة الثورة يعني عضو مجلس قيادة الثورة العباسية واحد من القبائل الثناش أبو كان مدير شرطة الرشيد أخو كان والي طرسوس والدنيا وبالشام وشكبره وشطوله وشعرضه فهو مسكه وعنده بالأخير في أيام الواثق مسكه وعنده تنظيم على اعتبار بعد يومين ثلاثة يسوون انقلاب على الدولة ويستولون على حكوم في بغداد نزموا التنظيمات عندهم والأسلحة والمسائل في الجانب الشرقي والجانب الغربي من بغداد وإلى آخر فجاء أبوه للواثق منه قاعد كانوا قاعدين فقهاء وقاعد أحمد بن أبي دؤاد وأحمد بن أبي دؤاد قال له أنت أخوش آدمي وأبوك وجدك وكذا وانت ابن الدولة ليس تسويش يا ابني ليس تسويش كذا ليس تريد تخرج على الدولة ليس فالواثق قال له لا 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 أنت ليس تسألة أسألة أنا أسألة ما تقول في كتاب الله في القرآن مخلوق لو لو غير مخلوق قال له كتاب الله وسكت بالمناسبة قال كتاب الله وسكت قال له ما تقول في كتاب الله مخلوق قل لي لو مخلوق قال له كتاب الله قال له وهل ترى ربك يوم القيامة قال له هكذا جاءت الرواية عن جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم فقالهم هاتوا النطع والسيف فأني أحتسب خطاي إلى قتل هذا الكافر الذي لا ربه ربنا ولا قرآنه قرآننا ولا نبيه نبينا وجيب الصمصامة معدي كرب الأول وضرب راسه هو بنفسه إلى الأحمد بنصر مع ذلك أخذوا الرأس حقوا عليه سرية حرصه ببغداد ست سنوات ونص معلق الرأس ببغداد عليه سرية حرصه والجسد منصوب بسامرة هذا المتوكل اللي يقولنا عليه ناصر السنة وهذا لا نصر السنة ولا نحزرون وهذا يظل خمس سنين بزمانه معلق الجثة بسامرة الواثق تولى سنة الاثنين وثلاثين إلى السبعة وثلاثين والجثة معلقة بسامرة والرأس معلقة يخاف ينزلهم انتقاما من هذا الرجل الذي حاول أن يقيم على الدولة وذولا جماعة نعيمة بن حمد والبويطي صاحب الإمام الشافع والأخذ كلهم ماتوا بالأغلال في السجوم معروفة هذه القضية وجاب للإمام أحمد سامرة وراد يسوي له إقامة جبرية ونطول فلوس الولدة والابن أخوه والعمة والمدرشون الصالح والجماعة قالهم لك لا تأخبر لك تأخبرني ردون أن يخسأوا لي إقامة جبرية أنا بسامرة وأنا أموت هنا لإمام أحمد وظل 16 يوم ملطوع في سامرة ولم يقابله الخليفة المتوكل تالي رجعوا لبغداد ودزول مدير المخابرات قالوا لها شوف تبعد بيتك ممنوع تحدث ممنوع حد يدخل عليك ممنوع تسوي فلانية ممنوع تسوي ترى رجعك قالهم يا بحضر حالة البركة ظل كم يوم كم شهر ومات توفي الإمام أحمد معروف هذه القضية الآن يسمون لهذا المتوكل ناصر السنة ورافع المحنة وإلى آخر هذا ما نحن نريد ندخل في هذه المسائل فهذه أخي كل هذه المسائل تنفعك في فهم الواقع الحال يعني حتى الأحاديث الموضوعة حتى المكذوبة حتى المسائل ممكن أن تستغلها في الدراسة الأكاديمية إذا اختلف العالمان الجليلان الذهب وابن حجر في تجريح أو توثيق راون فأيهما يؤخذ برأيه لا يؤخذ برأي العلماء يعني يؤخذ يرجح أحدهما على الآخر بما قاله العلماء الأوائل لأنهم يقومون ذلك عليهم يعني ذكرت العديد من المصادر أن للإمام الترني كتبا مفقودة مثل التفسير وغيره فهل وجد شيء منها كلا للحافظ السلفي مكان عظيم بين العلماء والمحدثين فمن فضلكم أرجو توضيح منهج السلفي في كتبه وخاص المشيخ البغدادية لا المشيخ البغدادية هي عبارة عن رواية يعني هو يذكر الشيخ البغدادي ممرتبة بالمناسبة يذكر الشيخ بحسب سماعه يذكر الشيخ ويذكر ما روا عنه فقط يعني هكذا المشيخ البغدادية موجودة نرجو أن تذكرنا بعض المواقف التي واجهتكم في هذه الرحلة طويا المناصر من عملك وتخريق المخصوط والخبرات التي عليكم من تسفينها لا هذا ليس وقته هل هناك كتاب مثل كتاب كشف الظنون ولكن يهتم فقط بالتعريف في كتب التاريخ فقط نعم في كتب التاريخ أحسن كتاب هو كتاب الإعلان الإعلان بالتوبيغ لمن ذم التاريخ للسخاوي أحسن كتاب في هذا المسألة صرح الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة أن شرطه في الحديث الصحيح المعاصرة وإن كان الراوي مدلس وإن كان الراوي مدلسا يصرح بالسماع وإن لا يكون مكتر من التلديس عنه فليس هذا شرط توازي وتساوي شرط الإمام البخاري أخواني هذه قضية شروط الإمام البخاري وشروط الإمام مسلم والله ما معروفه هذا كله هو من باب الاستنتاج نحن لا نعرف شروطهما يعني لا نعرف الشروط هذه كلها أشياء استنتجها العلماء يعني من باب الاستنتاج وليست هي حقائق مسلم لها لأن الأصل عند البخاري ومسلم هو الانتقاء هو انتقاء الأحاديث انتقاء الأحاديث فالانتقاء لا نعرف ما هي الأسس التي بموجبها البخاريين يعني أنا أريد واحد يجاوبني ليش لماذا روى الإمام البخاري لإسماعيل بن أبي أويس وهو عنده الموطأ وهو عنده الموطأ من رواية القعنبي هي لا على واحد يجاوب على هذا السؤال لا نستطيع الجواب عنه لا نعرف لماذا حقيقة يعني هو روى 80 حديث من الموطأ من طريق إسماعيل ما كان يستطيع وإسماعيل ضعيف إذا ما كان يستطيع أن يروي هذه 80 حديث من طريق القعنبي أو عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك لماذا أخذ من إسماعيل هذه مسائل يعني ليست لها قيمة كبيرة حقيقة لأننا لا نعرفها لا نعرفها هو عن التاريخ قل ولو نشر أستاذي لما عرفوا كيف صنف له هذا التاريخ لنحن نعرف كيف صنف الصحيح الله يعطيكم العافية يعني لا يجو فنحترم هذا الرجل نحترم هذا الصنيع ولكن علينا أن ندرس نرى هذا الحديث الذي انتقد على البخاري هل كان النقص صحيحا يعني هذا هو الواجب علينا وبالنتيجة سنرى أن كل من تقد على البخاري في الأغلب الأعمى إلا النادر اليسير جدا 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 هو ليس في محله ليس صحيحا هذه ناحية ننبغي وكالك الحال بالنسبة إلى نتن نرجو ذكر المتشددين والمتساهلين في الجرح والتعديل يعني من يقال أن يحيى بن سعيد القطان كان من المتشددين في الجرح وأنه مثلا العجلي من المتساهلين ابن حبان يقولون أنه هو ليس من المتساهلين وذكره في الثقات لا يعني حقيقة ابن حبان ليس من المتساهلين بالمناسبة ذكره في الثقات لا يعني شيئا ثقات كتاب اسمه الثقات لكن هو في الحقيقة ليس بمعنى أنه في الثقات يعني هذه قضية شوي تحتاج لها إلى شرح أكثر من هذا يعني أنه عبارة عن تحليل للأسانيد الموجودة في ذلك الوقت وذلك كثير من الأحيان يقول لا أعرفه لا أعرف أباه ولا أعرف من هو ولا أعرف له حديثا ولا أعرف له كذا ويذكره في الكتابة شيء آخر هذا هو تحليل الأسانيد حقيقة لكن هل تقترحون منهاجا معين لجراسة الحديث يغتنم بالإنسان الوقت أم أن الأمر قائم على الممارسة فحسب لا شوفوا الحديث يتعلم الحديث يتعلم مع الشيخ يعني مع واحد يجب أن تشتغل مع واحد ممارس لهذا العلم وتتعلم منه وتراجعه ويصلح لك ويمزق لك ويقول لك هذا صح وهذا غلط وهذا صح وهذا غلط حتى توصل إلى يعني النتيجة المرجوبة أعتقد إحنا نتوقف هنا لنصلي الظهر إن شاء الله ونعود بعد ذلك بعد الصلاة بارك الله فيكم وهذه سنجيب عنها فيما بعد ترجمة نانسي قنقر